اذا اذا المنظومة الاجتماعية في اي بلد مش منضبطة بيبقى في مشكلة كبيرة تقول لي طب يا اخي طب ما هي فرنسا واوروبا ما عندهمش اخلاق وبيقعدوا يحبوا في الشارع والواحدة بتخلف قبل ما تتجوز وعندهم اجهاض وعندهم شذوذ وعايشين ومتقدمين شمال احنا يعني اه لما الناس يجي تفك نفسها لا احنا متأخرين قوي يعني هو هو تقدم وبعدين بيعمل حاجات دي لانه هو ده اسلوب حياته احنا وضعنا مختلف الامة العربية والاسلامية لها نموس لها طريقة عندها منهجية مصفوفة قيم بتحكمها شئة ام ابيت في جذور راسخة للالاقة بين الناس وربهم ده كلام مهم جدا ليست المشكلة يعني في ناس عاوزة دي لا ليست دي مشكلة ابدا او التصور انه انه في مجموعة عاوزة تخطف مش عارف مصر ولا عاوزة تخطف السعودية ابدا التصور الحقيقي ان الدين موجود في حياة الناس في حياتهم اليومية في دقائق حياتهم تعتبروا بقى كثقافة حتى بين الناس ماشي وهي دي برضو الدين اه هو تسخيف للناس انت لما تيجي تقول والله انا عندي معاد مع ربنا خمس مرات في اليوم ده جزء من ثقافتك الاسلامية انا كمسلم او انت تقول والله انا عندي معاد في الكنيسة هيوم الحد مثلا او قداس انت بتعبت بقى دي عبادة اللي بشوفك مرة بعتبرها جزء من ثقافتك انك عندك معاد مع ربنا معاد مع ربنا معناها ان انت رايح تستغفر رايح تتوب رايح تتوضى الاول وتصلي تتوضى عشان تتطهر حاجة لطيفة وبعدين تقف بين ايد ربنا وتسبح في ركوعك وفي زجودك دي ثقافة هي بالنسبة لي انا كمسلم عقيدة ودين وشريعة ومنهج وفقه تمام المفروض ان انا في العالم العربي والاسلامي اجد نتيجة اجد ان هذه العلاقة تقدم لي الوصفة التامة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة والشاعر قال انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم وذهبوا الليبرالية بتقولك اعمل كل حاجة بس خلي بالك في قانون قانون اللي عندي الغرب انك لو سرقت هقطع ايدك هقطع ايدك هدخلك السجني يعني مش وانا بقولك انت لو سرقتها حجمك وحزبك وممكن تتقطع ايدك فعلا لو كانت اسباب السرقة ما عندش محدش عندنا قطع ايده في العالم العربي والاسلامي لانه كل النصوص بيحكمه وبالتالي ايدهم اللي بيتضرب وبيتقفش واللي ابو تعريفة واللي مزود ربطة الفجرة ايرشي سياغ كانت ده هم اللي بيتحزبوا المنظومة دي منظومة الاخلاء المفروض يكون لها انعكاس في المجتمع يعني المفروض ان انا اجد طبعا اقل حالات من الاعتداء مثلا السرقة البيك بوكت الواحد وماشية الست في الشارع وتلاقي واحد راكب موتوسيكل واخد الخاطف الشنطة وماشي زي صور كتير بنشوفها وانعاصلاجة ينزل يسحلها ويموتها ويرميها في البعض حبس المتهمين بقتل عجوز وسركة مصوراتها الذهبية بالشرقية ده مثل يعني عجوز سركة حقيبة سيدة اثناء سرها بالشارع في مديد فقوس وصوروها الحادثة اللي قدامك دي تصورت اربع خمس صور موجودة وهو بيشد وهو بياخده بيجري طيب هو فين الامن نقول لك طب وهي هو الامن هعمل لك كل حاجة وهي فين الاخلاق ماقول لك الناس ما عنداش دين ما عنداش تربية ها ممكن اصدق بس يعني او مارد داخلية بتعمل ايه ووزارة التموين بتاعمل تقول له ايه علاقة التموين ما هو لو اشبعتم الناس لقللتم عدد الجوعة واللي بيعتبر انه هيعمل ايه هيروف فين العلاقة ما بين القانون والوازع الديني علاقة مهمة ليقول لك والله اقتداء على سيدة في المقابر امام جزها اختصابها قدامه اوه كتف اوه وهنفعل ايه الفجر ده تبدول فين وتكتشف ان دول اهو مسجل خطر يعني معروف ان مسجل خطر ده السياسي اللي زبطوا عنده على تويتر تغريدة او على فيسبوك تغريدة بيكتبوا مسجل خطر تويتر مسجل خطر فيسبوك مسجل خطر سياسي وبيتراقب بعد ما بيتحبس بدون قضية ايه ليجا عن المجتمع كده الناس بتقول الاجتماع يقول لك والله لو شدنا العامل الديني خلنا نتكلم في العوامل الاقتصادية والله الاقتصاد لما الناس بتفتقر بيحصل كده بتحصل الجريمة ازاي بتقروا في بلد زي مصر غنية ما شاء الله عندها كل ده وعندها ناس عتولة فطاحل ويقول لك مشروعات بالمليارات طيب كيف يتأتى ذلك ازاي المجتمع تنضبط حركته لو في اسباب اقتصادية المفروض الدولة تعملها طيب ما في اسباب اجرامية يعني واحد مجرم واحد الناس بيختلفوا بقى في علم الاجتماع هو في مجرم بالسليقة ولا هو المجتمع يعني جعلوني مجرما فيه طيب فين شغل الداخلية لمنع الجريمة طيب فين شغل الاستخبارات والاجهزة اللي بتتابع حركة الناس اللي تقولي يا جماعة اللي فوق احنا داخلين على مرحلة خاطرة الناس بتغتصب اهليها والناس بتفعل بتاقتل خالتها وعمتها واماها وسيتها هتشوف وبعدين يقول لك انت عاوز تضلم هيئة زوبعة يقول لك تحرش نقول يا جماعة الناس تحتشي ومتباكين يقول لك يا عم ايه في ايه بلاش كام فارغ خلي كل واحد بحريته يعني اتطلع سامة المصري ليل النهار هم حبسوها صح? هتطلع اكتر بعد كده هتبع ولا اطلع الهامش هيولى الافلام عنتيلي الجيزة يخرب بيت ورجعوا تاني اسمها عنتيلي الجيزة ده الفين وخمسمائة فيديو بصحبة تلتين وخمسين سيادة في تلت سنين عنتيلي المحلة كان في العرض بتاع المنصة اللي بيحيوا فيه سيسي كان عنده مهمة راح يقامل شغل ما بيتحسبوش دول ايه ولا بيستخداموا ولا ايه بالزبط يعني طالب مش عارف ايه مع ايه ايه المجتمع ده عن المجتمع غلط وقال ده بسبب حرمان كتمان اللي التربية الناس تخلفوا ترمي في الكرتونة اه في المحلة ايه يا عم القضية دي ما هيش قضية اجتماعية صرفة ولا هي قضية دينية صرفة هي في المخام الاول بالنسبة لي قضية سياسية وفات فتاة بعد سحلها بسيارة في المحلة سحلوها الاثنين خدوا اعزوا اطعور اموه في البحر بتعرف كده لا طب الشرطة اللي بتعرف الكمائن اللي موجودة دي اخوية في كل اتنى كل ما تمشي قولك كمين 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 كمان كمين كمان كمين كمان صح بلد المليون كمين بيعملوا ايه ملاش الصورة دي اه كويس انت عملت سابوهم واستفدوا منهم ودخلوهم عشان يتويهوا بيهم الشباب ما ادقاش في الصورة اوه احنا مغمينها بتقولش اتبحلق ما انا بقولك يعني عشان انت هتقولش ده وغيره تفرق ايه دي عن الممثلة اسمها ايه الطويلة اللي جاوزده اربعتاشر مرة لها نفس بتعمل نفس ولا الراقصة فلانة هي نفسها بس دي اسمها توك توك ودي فنانة صح ودي بيقابلها السيسي تكرامها ودي بيدخلها السجن ايه الفن بينهم ولكن الفن رسالة وانا قلت لك الفن مش رسالة هو الفن رسالة ان تطلع كل اجزاء المرأة وكل عضلات الرجل هو بيعمل كده ايه الفن فن الرسالة اللي في كده يعني ترجمة نانسي قنقر